شهر مضى على ارسال رئاسة الجمهورية قانون الانتخابات الجديد الى مجلس النواب لقراءته ومناقشة البنود التي يتضمنها المشروع غير ان المجلس وبعد الاطلاع على مسودة القانون لم ترقى فقراته لبعض الكتل السياسية التي رفضت مضمون ما حمله القانون الجديد للانتخابات مما اضطر رئاسة البرلمان اعادة المسودة الى رئاسة الجمهورية بغية تعديله ليتناسب مع رؤية الشركاء السياسيين وان تعذر ذلك فيبقى الاعتماد على مشروع القانون الحالي الموجود في مجلس النواب هو الخيار الاقراب رفض القانون من قبل المجلس جاء اثر مخاوف بعض الكتل التي اعتبرت مشروع القانون مفصل لجهة سياسية معينة وهذه الجهة تقوم بعملها على اساس التنظيم والتوجيه العقائدي في الانتخابات وهذا التوجيه لا تتمتع به جميع الكتل كون بعض الكتل تمنح الحرية في اختيار ممثليهم مراقبون اشاروا الى ان قانون الانتخابات الجديد وليد ضغوط شعبية وجماهيرية رفضت بقاء مفوضية الانتخابات الحالية من خلال مظاهرات واسعة وطالبت باختيار اعضاء جدد ومستقلين لا يخضعون للمحاصصة الحزبية من اجل تصحيح الصورة الخاطئة للمفوضية وزيادة الثقة في نتائج الانتخابات وسط كل هذه الخلافة يشكك البعض في قدرة الحكومة على جراء الانتخابات في الموعد المقرر لها والذي حدد في السادس عشر من ايلول المقبل لانتخاب مجالس المحافظات